رأى عبد الرحمن سالم العتيجي لوحة في جامعة الدول العربية قد كتب فيها آية كنتم خير أمة أخرجت للناس فقال لأمين عام جامعة الدول العربية في ذلك الوقت عبد الخالق حسونة نحن العرب لسنا خير أمة أخرجت للناس حتى نعمل بما هو تتمة لهذه الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله توفي اليوم المستشار المؤتمن والصندوق الأبيض عبد الرحمن سالم العتيجي رحمه الله والمولود في الكويت في حدود سنة 1928 درس في مدرسة عبد الله عبد اللطيف العثمان ثم درس في المدرسة المباركية ثم الاعتلال صحته ترك الدراسة في حدود سنة 1942 ثم درس في مدرسة خاصة لهاشم البدر لجناعي فتعلم عنده اللغة الإنجليزية حتى أتقنها ثم تعلم عنده الطباعة على الآلة الكاتبة ثم بعد ذلك لازم الأديب الشاعر عبد الله سنان رحمه الله فأخذ عنده مسك الدفاتر وبعض الأمور التجارية منذ أن كان عمره 15 عاما وابو أنور عبد الرحمن سالم العتيجي رحمه الله يتنقل بين الوظائف الحكومية فعمل في الشرطة والصحة والمالية والنفط والخارجية وفي سنة 1974 تقدم باقتراح لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم ولولي عهده آنذاك الشيخ جابر الأحمد رحمه الله بفصل وزارة المالية عن وزارة النفط فظل في وزارة المالية حتى تقاعده في سنة 1981 عبد الرحمن العتيجي دبلوماسي من الطراز الأول هو أول سفير للكويت في هيئة الأمم المتحدة ثم صار سفيرا للكويت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم استدعاه الشيخ عبد الله السالم وعينه وكيلا للخارجية فمثل الكويت في العديد من الملفات الحساسة والمهمة خاصة مع دول الجوار ساهم في تأسيس العديد من المؤسسات التطوعية فقد ساهم في تأسيس جمعية الإرشاد وجمعية الإلال الأحمر والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين مع دوره الواضح وبصمته الكبيرة في تأسيس بيت التمويل الكويتي بعد التقاعد الحكومي صار عبد الرحمن سالم العتيجي المستشار الخاص للشيخ جابر رحمه الله تعالى وقد سئل مرة عن طبيعة علاقته بالشيخ جابر فاعتبر عن الإجابة عن هذا السؤال هذا فرق بينه وبين من لا يعرف للمسؤولية قدرها ولا سريتها رحمه الله بأنور